السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا بس وبفضل لا قدرت توصل للمستوى ده احنا ان شاء الله الترمي ده في فصلين الفصلين فيهم كمية مادة علمية هنشان قلت ايه لا لا هنقول جميلة بس عايز فيها تأسيسات كتير فارتنا نضيعش حلقات البرنامج نهائي وتابعها اول بول وعايزك تتابع معي دايما على الواتس سواء هنا على تليفون البرنامج اي حاجة توقف معاك ابعتها لي اوكي ده بالنسبة لي المقدمة اللي اتكلمنا فيها طيب احنا بالنسبة لنا بقى عندنا النهاردة النهاردة هنبدأ الفصل التالت الفصل التالت اسمه الروابط الكيميائي يمكن انت عد عليك في اعدادي موضوع الروابط ده وخدت الرابطة ايونية رابطة تسهمية احنا ان شاء الله هنقدرسهم تاني بس بتفصيل شوية بقى معتمد على جزء خدناه في الترم الاول هنبدأ الاول نأسس مع بعضنا وبعدين هنخش في دروس اليوم مع بعض كده ان شاء الله على خير اول حاجة هنبدأ بيها عنوان فصل اسمه الروابط الكيميائية او الاتحاد الكيميائي دي بداية او عنوان الفصل طب بدايتك في التاسيسات الفرق بين المخلوط والمراكب نقولها كده مع بعض نتكلم فيها بالتفصيل كلمة مخلوط يعني ايه؟ يعني انت خلطت مادتين طب لما خلطت مادتين ايه اللي هيحصل؟ كل مادة بتحتفظ بالخواص بتاعتها بمعنى ان مفيش خواص جديدة بتظهر لك لا انت بيظهر لك خواص المادتين كل واحدة مستقلة بذاتها اوكي؟ المثال اللي موجود في كتاب المدرسة ايه المثال اللي موجود في كتاب المدرسة؟ رقم واحد بيقولك لو جبت شوية برادة حديد وحطتهم على شوية كابريت اللي هو اللون الاصفر وخلطتهم ببعض وسبتهم تقدر تفصلهم هام بعض هتقول ليه طبعا هنقدر تفصلهم ازاي؟ لو جبت المغناطيس وراح تمقربوا ليه المخلوط بتاعك ده او المخلوط ده هيصحب برادة الحديد وهسيب لك الكابريت يبقى انت كده ما ظهرش خواص جديدة لسه الحديد زي ما هو قابل ليه المغناطة وقابل انجازب ليه المغناطيس والكابريت اصفر زي ما هو طب ده كده حصل الاتحاد كمية بينهم؟ لا ده اللي بنسميه عندنا الخلط اوكي؟ طب المركب؟ لا كلمة مركب معناه ايه؟ معنانك حطيت مادتين مع بعض بنسب معينة النسب دي بتؤدي ان المادتين دول بيحصل بينهم اتحاد ويظهر لك مادة جديدة في الخواص يعني مثال الحديد والكابريت اللي احنا كنا لسه يلينا لو انت خلطت المادتين بنسبة اربعة لسبعة سوان ايه حكاية النسب دي؟ كلام داخلته فلا سنة ان اي تفاعل كبيرة بيتم عن طريق النسب واحد مول من هنا مع اتنين مول من هنا عشان التفاعل يتم ليه المقدير طب في المثال بتاعك اربعة لسبعة طب الاربعة لسبعة دول هو ده ليدين المركب بتاعي؟ اه خلطناهم ومع استخدام التسخين لقينا ان نطلع لك مادة جديدة تبايا اسمها كابريتيدي الحديد المادة دي اول ما بتنجذبش المعناطيس ثاني اللونها مش اصفر يبقى اذا ظهرت خواص جديدة تماما ده الاسم المركب يبقى ظهور المركب بخواص جديدة من عناصر تختلف خواص المركب عن خواص العناصر الداخل فيه اوكي؟ طب يعني ايه بقى التحكم يا المادتين اتتحدوا مع بعض؟ هما اتتحدوا مع بعض ليه؟ وامت المادة تتحد وامت المادة تتحدش؟ واساس ده كله ايه؟ اساس ده كله التوزيع الالكتروني بتاعك لو انت اخذت الغازات الخاملة وريد توزعها مثلا نين ميون كم عشر وزع اثنين ثمانية طب هو كده مكتمل في المستوى الاخير؟ اه مكتمل مدام مكتمل ده ما يخشش في اتحاد كيميائي ليه؟ كمل المدار الاخير بتاعه ومستوياته كلها مكتملة اذا انت كده برا للموضوع الاتحاد الكيميائي وجزئه يتواجد على جزئ احاد الزر يعني الوحده مش متحدة حد يبقى قولك علل ليه جزئات الغازات الخاملة احادية الزر؟ هتطلق احادية يعني ايه الوحدها ما دخلتش في اتحاد كيميائي لان مستوياتها مكتملة يبقى شرط عشان تخش اتحاد كيميائي وشرط عشان تأمل المركب ان مستوياتك تبقى غير كاملة وانت داخل الاتحاد الكيميائي عشان تكملها ده الاساس اللي بيبنيه في اول حلقة يبقى انت داخل الاتحاد الكيميائي داخل روابط كيميائية ليه؟ عشان اكمل اللي ناقص عندي طب انا مكتمل لا اسف يبقى انت مش هتخش معي الاتحاد كيميائي والذي يطلق علي اسم غازات خاملة هل هي ما بتخشش في تفاعلات كيميائية؟ هي بتخش بس تحت ظروف معينة مش علينا في السنة دي اوكي؟ طيب جزئ الاكسوجين كمثال هتقول لي رمزو يقولك او تو يعني ايه؟ يعني او معها او ده احد الزرة ولا سناء الزرة؟ هتقول لي لا سناء طب اسألك بقى هنا سؤال هو كان مكتمل؟ هتقول لي لا مدام اتحد مع زرة تاني يبقى هو كان غير مكتمل يا مستر وكمل لما دخل في الاتحاد الكيميائي ده واضح؟ طب الاتحاد الكيميائي اللي احنا بيتكلم عنه يا ترى هيمشي ازاي؟ يا ترى ايه قاعدة اللي همشعلي فيها؟ اولا تعال انفقرك بحاجة كتير جداً من ترمي الاول هنحتاجها هنا دلوقتي اول حاجة هكلمك فيها اسمها السالبية القهربية نفتكرها كده مع بعض السالبية القهربية قصتها كانت تعريف ايه؟ قدرة الضرة على جذب إلكترونات إلكترونات الرابطة على الكيميائي واتفقنا لو تفتكر الاعلى في السالبية مال بياخد اشارة سالبة الاقل الاقل في السالبية كانت الاشارات تعطوه مجاب شرحناه بالتفصيل وتقدر ترجع للدرس ده في الترمي الاول ولكن انا مش عايز ان اهضى في الموضوع ده انا عايز بانه حاجة واحدة بس ان السالبية الكهربية القدرة نفسها طب لو تفتكر في الترمي الاولاني انا عملتلك مقياس للموضوع ده كويس الموكاس ده كان بيقول ايه بيقولك ان اقوى الزرات تبدأ معاك الموكاس من زيرو الفور اقوى الزرات فيه السالبية الكهربية كان عنصر الفلورين وكانت كان كانت اربعة طب وانت بتدين على السكيل ده للنهاردة او التدريج ده للنهاردة الفصل كله بتاعك التالت معتمد على التدريج ده طيب يبقى اقوى واحد مين؟ الفلورين اربعة اقل منه على طول الاكسوجين تلاتة ونص اقل منه على طول الن ومنساش معاها السي ال بتلاتة وبعدين هحتاج هنا ايه الزير بوينت ماين الصوديو الوان بوينت تو الماجنيزيا الوان بوينت فايف الاليمونيو وهنحتاج هنا عنصرين مهمين جدا الاتش بطو بوينت وان وهحتاج معاه الكربون في مراجع بتقول وفي مراجع بتقول ايه ده؟ ده تدريج اللي هنشتغل عليه كله يعني التدريج ده هو اللي هيفهمك الجزء اللي جاي كله اه الشغل كله على الحتة دي طيب ايه فرق التدريجات دي؟ بص يا سيدي بالنسبة المقاييس السلبية الكهربية فيه كذا المقاييس ليه فيه علم اسمه باولينجو فيه علم اسم موالكا كتير والارقام مختلفة بيثبت واحد من عشر يعني فيه في السلبية الكهربية الكولور هنا بثلاثة في المقاييس اللي ممكن تلقيه بثلاثة واثنين من عشر يعني الفرقات دي عشان فيه طلبة كانت تتناش فيها معايا على الواطس بيقولي الكربون بثلاثة من عشر او الاثنين وخمسة من عشر قلتلك هي اختلاف مقاييس يعني ممكن اللي اشتغل المسألة على المقاييس طب اه هو انا هحفظ الكلام دوت؟ لا هو انا علي اختلاف المقاييس؟ لا مش عليك هذا بس للعلم عشان في بعض الطلبة بتحب تتبحر شوية وبتطلع ارقام فانا بحب عرض عليها من دلوقتي عشان ما نضيعش الوقت تام طيب النقاس اهو قدامنا الفرق ده او النقاس ده هيساعدني في ايه؟ ده هيساعدني في كل الفصل اللي جايب طيب نبدأ مع بعض بقى انواع الروابط الكيميائية اللي هنشتغل عليها ايه؟ بس يا سيدي اول نوع هنتكلم فيه هنتكلم عن الرابطة الايونية وهنتكلم عن الرابطة التساهمية ثواني هم ليه دول كده؟ روابط ايه؟ تقدر تقولي روابط كيميائية اكي؟ هو فيه روابط تاني هناخدها اه فيه روابط تاني نوع جديد هعليك اسمه روابط فيزيائية ودي يخص بيها الرابطة الهيدروجينية والفلزية طيب نبدأ كده مع بعض هنشتغل على مين؟ هنشتغل على الايونية وهنشتغل على التساهمية كتأسيسات وبعدين هنختص الايونية بكل شغلانة التساهمية هناخد منها نوع ما نسهوش يسمى التناسقية طيب نبدأ بمين؟ بالايونية بس يا سيدي الرابطة الايوني اول شرط فيها تحدث بين فلز ولافلز تمام؟ الفلز واللافلز الشرط التاني للربطة الايونية ان الفرق بينهم مع التدريج بتاعك اللي هنشتغل عليه اللي لسه غديره من شوية من واحد وسبعة من عشرة وانت طالع يعني ايه؟ واحد اكبر من واحد وسبعة من عشرة تبدأ من واحد وسبعة من عشرة وانت طالع ساعتها تظهر الخواص الايونية اللي هنقول عليها نرجع تاني يبقى اول حاجة بنقول فيها الربطة ايه؟ الايونية اول شرط انها تحدث بين فلز وما بين لافلز الشرط التاني وهو ان الفرق بين الفلز واللافلز على تدريج اللي احنا اخدناه من واحد سبعة من عشرة وانت طالع وهنا ندرسها بالتفصيل دلوقتي واحدة واحدة طيب نمشي مع بعض الفلز انت خدت الفلزات بتوجد فين؟ الفلزات كانت بتوجد في جروبات لو تفتكر 1A و2A و3A يعني بنسميها كده مجموعات يصاري الجدول يعني اكبر حجم زري واقل سالبية وبالتالي تميلي ايه؟ لفقد الالكترونات فقدت الالكترونات تتحول الى ايون موجب وبنسميه كاتيون كي؟ طيب الا فلز اعكس كمن اول جروبات 4A 5A 6A و7A كانت اقل حجم زري كانت اعلى سالبية كهربية تميل للاكتساب تتحول الى ايون سالب وكنا بنسميه انيون يبقى ايون موجب ايون سالب كان بيتم كاتيون موجب انيون سالب لتنين دول موجب وسالب يحدث معك قانون التجاذب والتنافر موجب وسالب يحصل لهم ايه؟ يتجاذبوا واضح؟ طب لما يتجاذبوا ده بيسمى ايه؟ تجاذب كهربية الاكتروستاتيكية بمعنى ايه؟ بمعنى اللي ما اتكلم على الربط الايونية اول حاجة تنشأ بين عناصر طرفي الجدول ايمن وشمال؟ فلزات ولا فلزات ده اول شرط يعني شرط اول لما قولك نوع الربط ايه؟ تقولي استان نوع الفلز نوع العناصر ايه؟ فلز ولا فلز يبقى غصب عني وعنك اسمها ربطة ايونية عشان في لبس كتير هيحصل في الفترة اللي جاي طيب خواص المركبات الايونية اللي هنتكلم عنها يا ترى بتظهر امتى؟ قالك لو الفرق في السالبية الكهربية بين الفلز واللفلز على تدريج اللي خدناه من واحد وسبعة من عشرة وانت طالع لو الفرق قال مش هتظهر خواص الايونية مال هتظهر خواص مين؟ هتظهر خواص التساهمية طب هي الخواص التساهمية؟ اما نفهم الايونية هنتكلم عن التساهمية واضح؟ ده من الاول يبقى ملتاني بنقررها تاني نوع الربطة يتوقف على نوع العناصر اللي دخل فيها خواص المركب اللي يتكون يتوقف على الفرق في السالبية الكهربية حطها في تباقة كويس او واحد وسبعة من عشرة انت طالع انت بتتكلم على ايونية طب ايه هي خواص المركبات الايونية؟ تعال ناخدها كده وبعد بالتفصيل بص يا سيدي اول مثال عندي هقول الرابطة الايونية بين مين ومين هنتكلم عنهم كده ناخدهم كمثال احنا اخد معايا السوديوم واخد معايا الكلور السوديوم بالنسبة لي ن ايه كام 11 كلور سي ال كام 17 ماشي اللي اني بتوزعه ازاي هتقول لي 2 8 1 السي لا توزعه 2 8 7 الان ايه اخر الكترون هنا كام واحد حطي لي واحد بس السي ال حواليها كام حواليها 7 اهم اللي بيحصل قولنا ده سوديوم اخر واحد يعني فلز يميل الى فقد يتحول الى ايون موجب طب اسبت لنا دي حاضر هنا الواحد ده يروح فين هيجي لي هنا يبقى بيحصل انتقال الالكترون من هنا لهنا بس خلي بها لك ده ما بيحصلش الى بخلال التفاعل كيميائي الا اذا تصادم الزراتين مع بعض بطاقة معينة الاثنين ساعتها بيحصل بينهم تبادل الالكترونات طب تعالي الواحد باجي هنا بقى تسئل هنا حواليها كام دلوقتي هتقول اثنين اربعة ستة سبعة والتامل اللي جالها اهو كده اكتملت اه كده اكتملت شكرا طب وده الواحد ده فقد اصبح اخر مدار في كام تمانية يبقى اكتمل واضح؟ طيب دلوقتي هيكون مركب تمام هنا سالب الان ايه بتاعك هيبقى موجب تيجي تكتب للرمز هيحصل بينهم اولا تجازب كهرابي التجازب الكهرابي بتاعنا يبقى هنا الان ايه الاول بتبدأ بالموجب معاك اس ال سالب ويكتبنا باسم كولوريد السوديوم طيب تجازبوا مع بعض بعد ما تجازبوا بيحصل حاجة جريبة جدا اسمها الترتيب للايونات ان الايونات المجابة والسالبة بتترتب في شكل هندسي يسمى باسم الشبكة البلورية ايه الشبكة البلورية دي؟ يعني الايونات دي مستر بعد ما تجازبت مش تجازب عشوائي؟ لا بتاخد شكل هندسي يحقق اقصر استقرار ليها وبكررلك كلمة اقصر استقرار معناه اقل طاقة وتعالى فهمك الحتة دي بسرعة يعني ايه اقصر استقرار اقل طاقة؟ درجة حرارتك الطبيعية اللي بتعايش بيها 37 جميع انظمة جسمك اقصر استقرارا عند الدرجة دي طيب لقدر الله سخينت بقيت كام؟ 38 39 هل اجهزت جسمك بنفس الكفاءة في الدرجات دي؟ لا جسمك مستقر؟ هتقول لي لا يبقى لما اتخرج الطاقة دي الزيادة انت هتتجه للاستقرار كذلك المركبات دي اما ياخد شكل هندسي معين وقولك الشكل هنا مكعب الشكل هنا سداسي تعرف ان الشكل ده بيحقق اقصر استقرار للزرة واقل طاقة مفيش طاقة زيادة في الزرة واضح؟ طب في المثال بتاعنا ده الشبكة البلورية هنا ترتيب الايونات واخد شكل ايه؟ تعال نرسلها واخدلك الشكل ده شكل المكعب بالمنظر ده بحيث ايه؟ لو احنا رسمناها بالشكل ده وحبنا نحط بقى الكاتينز والاماينز بتاعتك ليه الكاتيونات والانيونات هنا هقولك ان ايه موجب طب جنبية هنا ايه؟ هتقول لي سيلي سالب هنا يبقى ان ايه موجب هنا ايه؟ سيلي سالب طب هنا هتقول لي ان ايه موجب طب ودي سيلي سالب طب يبقى ده ايه ان ايه موجب وتحت في الزاوية هنا سيلي سالب لو انت ركزت في الشكل كويس ما بين ده وما بين ده فيه تجازب طب وده وده تجازب ايه ده؟ ده تجازب من كل حتة معنى كده انت وصلت الايه؟ تجازب من كل حاجة بانت وصلت العملية تعملية تماسك ولذلك معظم المواد الايونية بتاعتك بالغالبية كل ما بنقولش على الاطلاق في حالة صلبة ودي اول خاصية بنتكلم معنا علل معظم المواد الايونية توجد في حالة صلبة اقول بسبب ترتيب الايونات في شكل هندسي او في شبكة باللورية تحقق اكثر استقرار للمركب وتعبر عن اقل طاقات المركب واضح؟ دي بقى اول خاصية من خاصة انها صلبة طيب الشكل ايه ده اسمه شكل هندسي طب لو جالك تعريف للشبكة البلورية هتقول ايه هي الشبكة البلورية هقول لك تعال انشان ما نسهاش ترتيب الايونات سواء كانت مجابة مع السالبة في شكل هندسي هندسي معين يحقق يحقق ايه قلنا اكثر استقرار واقل طاقة طيب دلوقتي تعرفت ان ربط الايونية تشتغلنا عليها فلز ولا فلز الحاجة التانية ان الفرق بالسالبية القاربية واحد وصبع من عشر وانت طالع فقد واقتساب ترتيب في شكل هندسي معين يحقق لي اكثر استقرار ايونات مجابة وايونات سالبة جوا الشكل الهندسي طعيب ايه تاني في خواص المراكبات الايونية بناء على الشكل ده رقم واحد بتزوب في الماء ايونات مجابة وايونات سالبة والماء زي ما انت خدت في قولها سنوي مزيب قطبي ومعنى انه مزيب قطبي ان الاقطاب بتتجازب مع الماء وبتتجازب مع المراكب وبتفصل المراكب يعني جذبية الماء للايونات المجابة واللايونات السالبة بتفكها من بعض يعني لو رسمتها لك كده بالشكل ده ولتلك هنا ان اي مجاب متجازب مع السي ال سالب بالشكل ده ولتلك ده هتنزل البلورة بتاعتنا دي اللي احنا كنا رسمينها من شوية هننزلها الماء ايه اللي بيحصل بتقول استناني الان ايه مجاب القوت قرب له من ناحية دي المية ايش معنى من ناحية القولة وتفتكر شكل المية كان عامل كده في قولة سنوي وهناخده بعد شوية ان شاء الله في الربطة تتساو مية الماء مزيب قطبي كان عامل كده احنا بنفكرك كويس يبقى هتقرب للن ايه من ناحية القو ليه عشان القو سليبة وتقرب للسئال اللي من ناحية الاتش وبعدين يلعبوا بقى شد وجازب انت تشد الناحية دي القو تشد الن النحية دي ودي تشد الناحية دي تتكسر للربط اللي بينهم وتخش جذيقات الماء ما بينهم يبقى المركب بتاعك دف الماء طب امتى المركب يدوب بسرعة وامتى ميدوبش بسرعة طب لو حبيت ان انا اسخن الملح وحوله من حالة صلبة للحالة السائلة يا طرح احتاج درجة حرارة قد اي كبيرة ولا قليلة بس قبلية الزوبان يعني السهولة الانفصال في الماء ارتفاع درجة الغليان ودرجة الانسهار والتوصيل الكهربي مؤتمر على حاجة واحدة ايه هي الفرق في السلبية الكهربية بتاعتك كام احنا اتفرنا ان انا واحد وسبعة من عشر خلاص يبقى دلوقتي لو واحد وتسعة من عشر ومركب تاني واحد وتمانية من عشر اقولك تعالي مين فيهم اكثر في درجة الانصاف تولي استعني اللي بتحكم في الخاص مين الفرق في السلبية يبقى الواحد وتسعة من عشر فرق اعلى يبقى درجة الانصار اعلى انت مقرر عليك في الحتة دي تلات مركبات تخلي بالك بينهم تعالي نخلهم كده مع بعض اول مركب او قبل اول مركب تعالي نرسم التدريج عشان هحتاجه هنا كان هنا الزيرو هنا الاربعة هنا الاف هنا الاو تلاتة ونص هنا السي ال والان بثلاتة عند الفلزات هنا كان زير بوينت ناين اللي هو الان اي اي وكان عندنا وان بوينت تو اللي هو الام جي وكان عندنا وان بوينت فايف اللي هو ال-A-L قادي تدريج عشان ما اشتغلت بقى قدام عينيك بالمنظر اللي قدام عينينا ده هنعمل ايه ده كده اول مركب عندك N-A مرتبط دمين بال-C-L وبعدين M-G مرتبط بال-C-L وبعدين عندك ال-A-L مرتبط بال-C-L ثواني يعني المركبات دي ايه مركب ده كوروريد السوديوم مركب ده كوروريد الماغنيسيوم مركب ده كوروريد الماغنيسيوم لو انت تلاحظ انا عملتلك ايه انا رستملك او سببتلك السوديوم ليه عشان تعرف تقرر ما بينه عشان ترسم دي صح نفكرك بحاجة ان دي كانت جروب 1 ايه ده كان جروب 2 ايه وده كان جروب 3 ايه في الجدول وبالتالي كان اكبر حجم ذري ده وبعدين ده وبعدين ده يعني لو حابقا ترسمها صح اقول N-A مرتبط بال-C-L وبعدين ال-MG مرتبط بال-C-L وبعدين ال-A-L مرتبط بال-C-L طيب السيئل اللي سابت عندي كام هنا على التدريجة عندي عندي 3 خلاص يبقى 3 ودي 3 ودي 3 يبقى السيئل اللي سابت عندي 3 في الكل حط الارقام بتاعتك السوديوم كام 0.9 الماغنيسيوم كام 1.2 الألمونيوم كام 1.5 طب حط لي فرق 3 نقص 9 من 10 يعني 2 واحد من 10 3 يعني 1 واحد وتمانية من 10 هنا واحد ونص طب ايه دي بقى سوين القاعدة بتقول ايه فلز لا فلز مركب ايوني طب الفرق كام 2 1 من 10 آه مصر 2 1 من 10 اكبر من 1 و7 من 10 اللي انت قلت عليها يبقى المركب ده ايوني وتظهر فيه الخواص الايوني اللي انت قلتها درجة انصاروا جلان عليها وهيطلع معنا ان يدوب في المياه بسرعة وهيوصل لنا القهربة وشكل صلب متماسك طيب ده ايه 1 8 من 10 حاضر يا مصر يبقى 1 8 من 10 اكبر من 1 7 من 10 الله ده ايوني اقول لي اه ايوني حق الشرطين ايه مجنزيام اللي هو المانغنيسيوم مالق فلز وده لا فلز يبقى ايوني الفرق اعلى من 1 7 من 10 ده طالي 1 8 من 10 تظهر فيه الخواص الايونية بس اقول لك وقت عليها مين في دول يوصل لي كهرباء اكتر تقول لي الاني سي ال ده لما يدوف الماء مين درجة انظهروا اغنى هتقول لي الاني سي ال يبقى اذا زاد الفرق او كلما زاد الفرق ظهرت الخواص الايونية بصورة اكبر واضح طب تعالي بقى للاخير وده اللي عليك الكلام كتير 1.5 اكبر من 1.7 من 10 ده اقل من 1.7 من 10 معنى انه اقل من 1.7 من 10 يبقى الخواص اللي انت بتتكلم فيه دي مش هتظهر طب سواني يعني ده مستر مركب تساهمي لا والمركب ايه ده تقول لي مركب ايوني زو خواص تساهمية بمعنى ده ما نوصلش كهرباء بمعنى لو سخنته يحصل لحاجة غريبة جدا اسمها التسامي ايه التسامي ده تقول مرة تسمع عن كلمة التسامي دي ايه التسامي الراحة طب مادة صلبة سخنتها تحول من صلب لسائل ده يسمى انسهار ميلتنج طب مادة سائلة سخنتها هتتحول ايه هتقول يحول لبخار ده يسمى ايه تبخير اللي هو واضح انما ما تجيب لي مثلا حاجة زي البخور ابسط مثال عندي البخور صلب صح اه حضرتك مجرد ما تحط عليه النار كمثال بيتحول لبخار دايريكت ولا بيتحول معاك ليه سائل وبعدين يتحول لبخار تقولي لا ده حتى من اسمه بخور يعني صلب بتحرق هو تسخ بس هو تحرق بس بسال عشان تبقى فاهما عايز اقولك ايه 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 اللي حصل بمجرد ان انت ديتو نار سخنته تحول من الحالة الصلبة دايريكت راح فين راح على الحالة البخارية دون المرور بالحالة السائلة هو ده اللي بنسميه التسامي وده اندل يدل على ضعف قوة التماسك ما بين الزراط يعني مش متبسكين لو فيه تماسك واثرت عليه بالحرارة التباسك يخف شوي فيتحول معاك من الصلب لمين بالسائل واضح لو التباسك زيادة بتبقى تحتاج درجة حرارة اعلى طب ما فيش تماسك اصلا هو قدامي صلبة اه بس مجرد ان ما سخنته فوقت بيه بتحول للحالة البخارية معنى كده ان التماسك بتاعك ضعيف الظاهرة دي تسمى ظاهرة التسامي يبقى تعالى نكتبها مع بعض ايه هي ظاهرة التسامي يبقى التسامي كتعريف تحول المادة بالتسخين من الحالة الصلبة الى الحالة البخارية دون المرور بالحالة السائلة ده بيحصل فين عندنا في كلوريد الالمونيوم اجيب في الوقت احنا اقول لك نوع كلوريد الالمونيوم ايه تقول لي مركب ايوني يا مستر خواص ايه تقول لي لا يا مستر بيركب تسامي ده بيوصلش بيعملش وتقول لي التسامي وتقول لي كل حاجة طيب ده بالنسبة للجزء الاولاني في شغولينا النهاردة على الربيط الايوني مراجعة سريعة كده فلز ولا فلز فرق اكبر من واحد وصابة من عشرة كلما زاد الفرق ظهرت لك الخواص بصورة اكبر الحاجة الاهم ان في مركب عندك تخلي بالك منه كويس اوي ايه هو لو كلوريد الالمونيوم ماله الفرق في السائلة بيوصل واحد ونص تبنعه ايوني ولكن خواص المركبات التساهمية بتظهر فيه ايش معنى لان الفرق في السائلة بيوصل اقل اقل من كم اقل من واحد وصابعة من عشرة بيحدث فيه ظاهرة كويس تخلي بالك منه اسمه التسامي تمام طيب انا دلوقتي تقريبا خلصنا الربطة الايونية بس قبل ما نروح بعيد نخش على ربطة التساهمية اه عايز اعلمك حاجة اسمها التوزيع النقطي او لويس استراكشر عالم اسمه لويس قالك بدل ما تيجي توزع في المدارات لا انا عايزك توزع لي الالكترونات على هيئة نقط وده يمكن احنا استعملناه قبل كده في تيرم الاول واستعملناه في سنة اولى طيب تعال انفقارك ليه بسرعة وقولك تتعمل بيه ازاي يبقى انا هتكلم دلوقتي عن حاجة اسمه تركيب لويس ادي اول اسم ليه الاسم التاني يسمى بالتوزيع النقطي قويس او بيصابيه الـ .structure طيب ايه تركيب لويس هلا كن تعال بساطة تعال ايه ده او ماشي كم دي تماني وازا هالي توزيع ده دي عام خلاص هتقولي اتنين ست يعني ممكن اوزع اس اسو بس بس عادي يبقى احنا بنستخدم طريقة التوزيع اللي تقدمنا في الفهم يبقى اخر مدار عندك هنا في كم هتقولي ست خلاص يبقى دلق يا مستر ستة يبقى ست نقط بالشكل ده افنا اوكي طب لا عايز ارس بس الـ .تش بكام بواحد مدار واحد يبقى دكترون واحد حاضر ادي اتش يبقى النقطة واحد اوكي طيب اعايز حاجة تاني مثلا الامونيا كام 13 هتقولي اتنين تمانية ثلاثة يبقى ايه قال اخر مدار في كام ثلاثة ادي واحد اتنين ثلاثة مفيش مشكلة بالنسبة لنا طب ممكن يا مستر ترسملي المية بالتوزيع النقطي تعال المية رمزها ايه هتقولي اتش تو او يعني او في النص مرتبطة ب اتش ومرتبطة ب اتش يا طرى دي حصلت ازاي نبدأ اولا الاو اهيا مستر احنا لسا موزعينا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست الاتش يكام يا مستر اتش واحد اهي الاتش التانية واحدة اهي طب سوين ايه الخط ده دي الربطة اللي بنكلم فيه خلاص ادي ربطة هي يا مستر ودي ربطة هي ونعفنا بقى عشان اعلمك اساسيات من الشغل بتاعنا اول حاجة دول كم الكترون هتقولي اتنين فبيسمى باسم زوج طيب الاتنين دول ربطوا بين الاتش والاو ولا لأ اه فبيسمى باسم الزوج الرابط يبقى ايه معنى الزوج الرابط الزوج من الالكترونات يربط بين زرتين طب مين دول ايه هتقولي استنى اتنين ربط بين الاتش والاو ده برضو يسمى زوج رابط افانا اخبار دول ايه دول ارتبطوا بحد لا مرتبطين بالزرة الاصلية بتاعته ولذلك تسمى باسم زوج حر لومبير وبنتطر نقول بعض الالفاظ بالانجليش عشان في بعض اطلبت لغات المتابعة لنا ده بيسمى لومبير وده بنسمى البوند بير اتفعنا طيب يبقى انا دلوقتي خدت التوزيع النقتي وعرفت ان انا بحطه نقاط في الاخر لو حبيت ارسم اي مركب بالتوزيع النقتي اهو اتعلمني هنا حاجة اسمها زوج رابط اتعلمني هنا حاجة اسمها زوج حر ده التوزيع النقتي بتاع لويس العيب الربط الايونية بنسبالنا شبه انتحد الليلة كلها عندنا في الفصل ده كله في الربط التساهمية الربط التساهمية ليها انواع وليها تفسيرات وليها نظريات يمكن اطول حاجة اعتهد معنا في الفصل ده هي الرابطة التساهمية بعد كده بقى الفصل الرابط بتاعها تقنص بسهولة واضح؟ طب تعالي دي بشكلت كده بعض واحدة واحدة الرابط التساهمية ونتأسس فيها صح اولا العلمان بيقول الرابطة التساهمية ايه اول شرط اول شرط بالنسبالك انها تتم بين لافلز و لافلز سوان يعني ايه هناك كان فلز و لافلز كان واحد بيفقد والتاني بيكتسب لاثنين لافلزات فمفيش فقد او اكتساب بيبقى دونة فقد او اكتساب ادي اول شرط طب هيشتركوا مع بعض يبقى تتم عن طريق مين؟ تقول لي عن طريق المشاركة طب يا رئيس الفرق بينهم كام احنا هناك خدنا الخواص وعرفنا ان واحد وسبع من عشرة وانت طالع يبقى خواصة ايونية طب اقل من واحد وسبع من عشرة تظهر لك الخواصة التساهمية كلها يبقى هنا الشرط التاني بتاعي ان الفرق فين؟ في السالبية القهربية بتاعتي ماله اقل من واحد وسبع من عشرة طب تعالى كده نشوف حاجة جميلة انا هعمل كده وقولك انا زيرو زيرو بوينت فور وان بوينت سيكس وان بوينت سابن ايه ده؟ بوس بقى زي مسلا قلتلك اتش ارتبطت مع اتش ده لا فلز وده لا فلز اوكي حصل مشاركة ماشي دي شاركة بالكترون دي شاركة بالكترون ماشي دي قوتها كام على التدريج اثنين واحد من عشرة طب وده قدرتها كام اثنين واحد من عشرة الفرق كام؟ قلتلك انا ده الاتنين نفس القوة بما انهم نفس القوة يبقى اذا الفرق بتاعهم زيرو واذا كان الفرق زيرو تسمى هذه الرابطة باسم تساهمية نقية سواني يبقى كلمة انت ساهمية نقية معناه ان الفرق بين الزرتين اللفل الزيتين سفر؟ اه طب يعني كده مستر شرط ان هما من نوع واحد لا مش شرطه مش هل الكلام ده حصل السنة اللي فاتت خلي بالك انا عندي على التدريج هتلاقي الان والسي ال دي قدرتها ثلاثة ودي قدرتها ثلاثة بتاع السلبيات القهربية الفرق بينهم كام؟ سفر يبقى نوع الربطة ما بينهم ايه؟ هتقولي تساهمية نقية يبقى اول شرط بالنسبالي هنا ان التساهمية النقية تحدث بين الزرتين لافل الزيتين لهم نفس السلبيات القهربية والفرق بينهم في السلبيات سفر تبقى عند السفر تقدر تكتبلي هنا فوق ايه؟ تساهمية نقية طيب انت لسه مدينة دي ايه دي واحد وسبعة من عشر اه يبقى واحد وسبعة من عشر وانت طالع يبقى انت بتتكلم في ايه؟ في ايوني يبقى انت خلصت من الجزئية دي على التدريج تعالي بقى في الحتة دي من هنا لهنا الحتة دي ومن هنا لهنا اقصتك في الحتتين دول بص يا سيدي احنا اتفقنا ان الاعلى في السلبيه بيبقى سالب والاقل في السلبيه بيبقى موجب وده قلنا في اول حلقة سي مثلا انا هقولك رطة بين الام الاوسوري والاتش في جزئ الماء القوب كام بثلاثة ونص ماشى الاتشب كام بثلين واحد من عشر بقول ادعاء التدريجين انت واخده هاتلي فرق كده ما بينهم ثلاثة ونص وثلين واحد من عشر الفرق كان هتقولي واحد واربعة من عشر فين واحد واربعة من عشر على السكيل هنا هنا تقريبا صح؟ اه يبقى هنا واحد واربعة من عشر تمام طيب القوب كنا بنرسمها لك من شوية وللسا نرسمها لك عاملها لك كده هنا سالب جزئي هنا موجب جزئي وهنا موجب ايه ده ايه ده لو تفتكر كده في الترم الاول ده كنا بنسمي ايه كطب سالب سالب طيب وده كطب موجب واضح اذا كطب سالب وكطب موجب يبقى انت بتتكلم بحاجة اسمها كطبية وبالتالي هذه الرابطة في الحالة دي من 0.4 ل 1.6 تسمى باسم تساهمية كطبية يعني ايه كطبية؟ يظهر على الزرات اكتاب موجبه واكتاب سالبه ويسمى هذا المركب باسم مركب كطبي طيب الفرق كام؟ احنا اطلعنا هنا 1.4 من 10 ممكن تعمل لي كده مستر الامونيا الامونيا اللي هي رمزة ايه حاضر ادي الان مرتبطة بايه و اتش و اتش طيب حتلي فرق الان بكام يا مستر؟ انت هنستواخدينها الان بكام هي 3 حاضر اله بكام؟ 2.1 هاتلي فرق هتقولي 0.9 طيب ادور عليه كده على التدريج بتاعي 0.4 0.5 هلقى هنا يا مستر تقريبا في نفس الحيز ولا لا؟ اقع في نفس الحيز يبقى تساهمية ايه؟ قطبية يبقى هنا في سلب جزئي وهنا موجب جزئي و موجب جزئي و موجب جزئي بس هل زي دي؟ لا تعال بقى انو نضحولك كده على وراء افضل بص يا سيني الو اتش سالب جزئي موجب جزئي موجب جزئي الان اتش 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 اذا مستر بدي طويلة او صغيرة لا دا في بعض الفراغي هنقضوا بعد شوية اني دي الوراء هندي نفرض ارسمالك من داحت الوراء و في هنا حاجات تانية هناخدها ان شاء الله في الشاخ الفراغي انا نهمني الارقام بس دي بقى دي هتتجي ترسمالك ازاي تقولي استاني الان كان عليها سالب جزئي هناك بس هيا مستر والاتش موجب جزئي و دي موجب جزئي و ايه دا ايه دا ايه دا عشان الفرق هنا واحد واربعة من عشرة الفرق هنا زير بوينت ناين كلما زاد الفرق زادت القطبية بالشكل اللي قدام عينيك زادت القطبية دا غيرت الخواص اقول لك ثواني المية ما لا بتغلى عند كام عند مية ان شادر كام وهديك ارقام مية اكبر من مية اقل من مية اكبر من مية هتقول لي لا استاني هو مالو من الغليان احنا مش ليست اتفقنا خواص المركبات بتعتمد على الفرق في السليبية الكهربية تعالي قالي الفرق هنا واحد واربعة من عشرة و قلتلك عند مية يبقى الفرق هنا زير بوينت ناين اقل من الفرق دا ولا لا هتقول لي اقل يبقى الدرجة دا غليان اقل يبقى اقل من مية مستر فهمتني دا معنى القطبية يبقى اذا لما نجي نتكلم اقول لك علم جزء الماء اكثر قطبية من جزء الامونيا هتقول لي ان الفرق في السليبية الكهربية بين زارة الاكسوجين و زارة الهايدروجين اعلى في الفرق بين النيتروجين والهايدروجين و قدام عنيك ايش شرحة دا التفصيل طب القطبية زادت هيحصل ايه هتفاجأ ان بعد ما القطبية زادت انك بتقرب للخاص الايونية شوية يعني قابلية الزوبان في الماء تزيد يعني الدرجة في السهار والغلايان تزيد التوصيل الكهربائي لما تنزل الماء وتتأين ممكن توصل دا امت بزيادة القطبية طب احنا في حتة كده في التدريج اللي احنا اشتغلنا عليه من شوية مجنش جنبها تعال كده نسمونا كده افكرك بيها دي كده من الاول هنا zero zero point four one point six one point seven عند الزيرو سامنا ايه قلنا نقية من zero point four لone point six الحتة دي سامناها ايه قلنا تساهبية قطبية من one point seven وانت طالع قلنا ايوني اوكي الحتة دي اخبرها ايه رجالك مجنس سريطة خالص دي تسمى باسم تساهمية غير قطبية من zero ل zero point four يعني عندي zero point four برضو غير قطبية من zero point four بقى بواحد من مية بتطلع معك تبدأ تظهر القطبية بقى تفهمت ايه؟ طب مثال حضر C وال H ده كام؟ 2.1 سواني سواني السي وال H انت موجودة فين؟ في الميسان CH4 السي هنا مرتبط ب H و H و H و H طيب السي ب كام؟ ب 2.5 و في بعض المراجع التانية ب 2.4 من 10 هتفرق zero point four انت هنا يبقى انت غير قطبية سواني يعني ايه غير قطبية؟ يعني ايه غير قطبية؟ بالتفصيل كده وكبرها لك دي طبعا الزرة دي الوراة خلي بالك وده كده بيبقى اخذ شكله هرمي لما رسموا كده مقدرش ولا اجرؤ ان انا احط العلامات دي رغم ان دي اكبر من دي؟ لا الفرق بينهم ما يدينيش اقطاب نهائي وبالتالي مفيش هنا اقطاب يا مستر ولذلك يسمى مركب باسم غير قطبي طب اقف بما انه مركب غير قطبي هدوب في المية استحالة وده اللي بيفسر لك ليه الزيت لما تحطه في المية ما بيدوبش؟ ليه الزهون؟ لما بتحط عليه مية ما بتفكش؟ يعني انت لو عندك بقى الدهن بيتلك على اللبس بتاعك ما ينفعش المية تخرجها طب بيخرجها ايه؟ يقول لك بنزين ممكن تنر ممكن جاز انما مية لأ اش معنى؟ الدهون والزيوت والمركبات العضوية كلها وكوالة من الكربون والهيدروجين لو انت بصفت على الشكل اللي احنا رسمنا من شوية كربون وهيدروجين مركبات غير قطبي لا فيها اقطاب مجابة ولا اقطاب سالبة معنى ان ما فيها اقطاب مجابة ولا اقطاب سالبة شكرا هتتجذب ازاي مع المية؟ مش هتتجذب اصلا واضح؟ يقول لك علل الزيت والدهون لا تزوب في الماء هتقول لي ان الماء مركب قطبي له اقطاب مجابة وا اقطاب سالبة نتيجة الفرق في السالبية الكهربية العالية اللي هو من كام؟ 1-18 زي ما خدنا بينما الدهون الزيوت مركبات العضوية مركبات غير قطبية الفرق قليل لا يسمح بتكون اقطاب ولذلك لا تتجذب مع الماء الكلام ده تربطه بالحقيقة عندك عشان تبقى عمل حسابك ليه؟ او يقول لك هو الدهن الحق هالب شوية بنزين طب ما هي لا ليه؟ معرفش لقد دك عرفت واضح؟ طيب كده مركبات التساهمية اللي بتتكون زي ما انت شايف بقى كده ليها خواص ايه هي؟ اولا بما ان ما فيش اقطاب مجابة واقطاب سالبة لك بعضها بما ان ما فيش ايونات مجابة وايونات سالبة ما فيش حاجة اسمها شبكة باللورية ولذلك ما فيش تماسك وبالتالي تقل في درجة الانسهار والغلايان لا توصل الطياري الكهرابي الا المركبات القطبية منها امتى؟ في المحليل المائية سواي يعني انا دلوقتي اللي ما قلت لك ايه ني اسي ال وقلت لك تحتيه حرف الاس يعني بانده صلبة صلد قلت لك هوا ده بيوصل الكهرباء تقول لي لا 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 وصل الكهرباء ايه ما يوصلش الكهرباء الا اذا نزل المية وتفكك في المية لايونات مجابة وايونات سالبة ساعتها يوصل لي طياري الكهرابي ويسمى في هذه الحالة باسم الكتروليت وانت خدته فيه سنة اولى سنة اولى او انك تعمل لي صهر ليه يبقى في صورة مصهور صهرته بتتفكك الشبكة بتاعته وبتتحرر الايونات المجابة والايونات السالبة اتحركت عملت لك طيار كهرابي طب البركبات هي تصومية اكبر ايه ملهاش في الكلام ده خالص درجة انت سهروا غلاية منخفضة دي رقم واحد رقم اتنين معظمها مواد سائلة وغازية والقليل منها بيبقى في حالة صلبة والصلب بتاعها بيبقى مش متماسك بالدرجة العالية طيب هل تزوف في الماء لا تزوف في الماء الا القطب منها خلي بالك كل حاجة وليها استثناء تمام اقول لك عدل مركب تساهمي ولا كأنها هيزوف في الماء هتقول لي ايه؟ هتقول لي انه مركب تساهمي قطبي الفرق في السالبية الكهربية بين ال H وال S L فرق كبير يؤدي لتكوين اقطاب تتجذب مع مين مع اقطاب الماء لان الماء مركب قطبي هل بنأسسك اهو عشان اللي جاي كله معتمد على حلقة النهاردة واضح؟ طيب عرفت لوي ستراكشر اللي هو التوزيع النقتي عرفت ربطة تساهمية شغلها ايه؟ في مركب كده ساعات بيروح راميهولنا بيحب ايه يشوفك انت فاهم ولا لا يقولك مثلا المركب ده اخباره ايه؟ ايه ده؟ ده اسمه ال H F كويس؟ اخباره ايه ده؟ طب ال H عرفنا ان هي باتنين واحد من عشرة وال F باربعة الفرق كام؟ هتقولي الفرق ده كبير قوي ده واحد وتسعة من عشرة صح؟ اه صح واحد وتسعة من عشرة واحد وتسعة من عشرة يعني مركب ايوني هل هو ايوني يا مستر ولا غير ايوني؟ طيب انا مش هجببك على السؤال ده انا اسمه لك ايطا واستنى منك بابلنك الرد مركب ايوني ولا مش ايوني ولا مركب تساهمي وخوص ايونية ولا مركب تساهمي وخوص تساهمية ولا مركب ايوني وخوص ايونية انا هستنى منك الرد على رقم الوقص وانتنش فيها مع بعض اينا وانتكلم فيها في الحلقة الجاي تفعنا؟ كده الربط التساهمية كبداية عرفت تكوناتها عرفت انواعها شغلها ازاي؟ وضعت نظريات كثيرة جدا لتكوينات او لتفسير حدوث الرابطة التساهمية حوالي ثلاث نظريات هندرسهم هنبدأ بواحدة فيهم النهاردة ونشوف كويس قوي النظرية دي بتتكلم ازاي بس يا سيدي اولا النظرية وضعها عالمين عالم اسمه ليوس وعالم اسمه قسل النظرية دي بتسمى باسم نظرية الثمانيات كويس؟ نظرية الثمانيات ودي اللي انتك تشغل عليها طول عمرك ايه اخر مدار لازم يبقى تماني صح؟ العالمين دول الكتلمتين ايه هي؟ باستثناء باستثناء مين؟ الهايدروجين والليسيام والبريليام جميع العناصر تميل ان يكون اخر مدار لها يحتوي على ثمانية الكترونات النظرية دي بتقول لغات اسمها او فالانسي الكترو بوصولنا للنظرية بتاعة الثمانيات كنا اتمنى للوقت طول معاكم ان وقتنا للاسف خلص ان شاء الله على وعد الحلقة القادمة في نفس المعاد ايه عندك ايه استفسار انت عارف هتوصل ازاي عن طريق رقم الواطس تبعت السؤال والتنبيه بسيط بس كده ليك بسرعة ايه لو انا مردتشت عليك في ساعتها تعرف ان انا بك مشغول يعني تعريبا الواطس كلب على الجمهورية ففي اسئلة كتير جدا زي ما لك بجاوبها لك سيب السؤال بتاعك واول فرصة عندي بتلاقيين يمجاوبه لك وزي ما لك عارفيني من وضعها خلاص ايه استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة